وكمان تلع متجوز ومراته حامل وبتولد يا دهوتي نزلت تحت لقيت الكل عمال بيجري هو في يا بيت انتو بتجرو وراك ده ليه اصلي روزي بتولد اه من عرفتي يا اختي مين روزي دي بقى ايه ده معقولة مش عارفة روزي النمرة نمرة بقى كل الهيصة دي عشان النمرة يا ولاد النمرة لا مهنتي مش عارفة المارد بيحبها قد ايه هي سنة سوخة يا ولاد طلع بيحب نمرة طب يلا تعالي معايا نتفرج عليها يا دكتور طمني للأسف الجنين في وضع غلط لو حاولنا نسحبه ممكن يتسبب في موتها ولو فضل جوه ممكن يتخنق لا اوعى اوعى يجرى لها حاجة هي قوي اللي في بطنها اتفنك مكانك خلاص هيبقى لازم تدخل جراحي محتاجيني نقلها المستشفى لا ابعت وجيب كل اللي هتحتاجه هنا هقال لهو في ايه ارقان الامان انت مالها ست روزي حالتها خطر قوي والجنين مقلوب هي حول الله يا رب وخايفين عليها لا تموت يعني عليك يا روزي صعبان علي انت عبتوا ولا قبلها جدعان دي لو جايت هتاكلكم الله يخرب بيوتكم لا طبعا دي طيبة خالص دي عرضت نفسها للخطر علشاني يا حرام قطعت قلب وبعد شوية جيت اقام داكاترة واجهزة طبية كاملة ودخلوا يولدوها كلنا خرجنا واستننا برا اول ما سمعت الصوتة ويا بتتوجع اتأثرت اوي بعد ما كنت عملت تاريق دخلت جوه عشان ابص عليها لقيتها ولدت 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 يا جدعان جابت ايه ها جابت ايه اتفضل يا مريد باشا شبلك وصل بالسلامة اللي جاب لك يخلي لك يا معلم اقصد مش توديه عند ابو عشان يفرح بيه يعني ابو انا خلصت عليه عشان حاول يعتدي عليها ويحامل يخرب بيت مطنك هتسمي ايه يا مارد هلاقيته بص ليبصة غريبة ورد عليها وقال لها كنز هسميه كنز الله ده اسمي حلو قوي عقبل امك يا حلتها كنت عادة زهيانة فمرة وشفت عنايته ايه خارجة اتسحبت بسرعة ورحت عالمطبخ قلا بقولك ايه يا عم الطباخ اسمعني قبل ما ترجع الحلمبوحة دي الاكل بتاعكو ده ماينفعش يملال بطني هنعاوز اكل من اللي بيرم العضن وما تقولش للحرباية خلي سر بني وبينك ها خد الفلوس دي ايه ده انت سكت ليه هو انت مكسوف ولا خايف ان الحربوقة القزعة الحربوقة وقفة اراكي يما اعوذ بالله هما بيطلعوا انت دول انا مش حذرتك من الدخول هنا مرة تانية انا حرة يا ولي انتي لا انا كده مضطرة قولي مارد باشا وهو يتصرف معاك خلاص خلاص انت مش عنايات ده انت دهيات مصيبات جاتك ستين نيلة هالو هايوة يا ماما بنتك عيشة في بيت التنين وانت سايبها كده تنين تنين ايه يا بيت اهو مارد من تنين مش فرقة كتير يعني عايزة ايدي الوقتي احنا ما صدقنا نخلص منك اعوذ بالله من الناس هو في ايه هو انا مش ضناكي ومفروض تزوريني وتشقي علي ماشي يا اختي طب خلاص جيالك طيب بصي هتلي اكل كتير لاحسن عنايات الكلب وقفلي زي اللقمة في الزور عنايات عنايات من يا بيت لما تيجي هقولك يلا انجز انت بس سلام اه يا بطني اللي على طول جعانة وبعد شوية سمعت صوت جرز الباب ايه ده هي لحقة تيجي لما روح افتح لها ماما حبابتي قلت كده وفتحت الباب لقيت واحدة غريبة اللي دخل ايه ده انت مني حلوة انت متخلفة ازاي توقفني كده البشا بتاعك فيه احي يا ولاد ده ايه اللبس اللي هي لبسه ده ده مبين اكتر ممداري هو في ايه مالك وقفة متنحة كده ليه هو انت خرصة هو اول ما شافت المارد لقيتها طلعت تجرع عليه وحضنته مارد وحشتني اوي اوي اخصى عليك يا وحش بقى كده ما تسألش عني هنزع لنا منك اوي اوي هي خربت مياعتك ابو تقل دمك يا بعيدة انت وقفة عندك بتعملي ايه يلا روح اعمليلي حاجة اشربها انا ما بقتش فاهمة بصراحة الخدمين بقى اولالة الزوء قوي ميسا لا تعليلي بقى عشان سكتلك من ساعة ما دخلتي ايه فاكرة نفسك دخلتها بنيت جدك وعملت تتأمري وتتميسي ابو قرفك يا شيخ عالصبح ورحت موقعة في الارض وانزلت فيها ضرب هو كمان لابسل ما يا بيت كان حد قال لك علينا قاعدين في العجم ولا في المالذيف اه ابعد عني المتوحشة الحقني يا مارد خلاص خلاص بقى قال كده وقومني من عليها بقى انا كنزي زهران عاوز انا جاب لك حاجة تطفحيها اللي يا بيت كنت الدادة بتاعتك وايه خد من دي يا بيت هو انت فاكرانا من عصر الجواري ده انتو من غير اللي بيشتغلوا ولا تسوي حاجة جاتك ستين نيلة عليك وعلى وشك قلت خلاص هي مين دي يا مارد دي مراتي اه يا جسمي اه انا تبهدلت عندك قوي انت زي اتجوزت المتشردة دي ماسا اول واخر مرة تغلط فيها هانا تعبانا قوي شوف دراعي والخرابيش اللي فيه هجبلك تلج تحطيه عليه وهتبقي كويسة ايوه يا بيت اتنحناحي عليه اكتر اتنحناحي ده انت سهلة وبعدها لقيت ماما دخلة ماما حبابتي ايه يا بيت مالك تعالي 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 تفرجي معي على فيلم الميعين ده عرض اول يا بيت ده مباشر ياما ايه ده ازاي ده قدامك اهو ايه الصاروخ اللي معجوزك ده دي صاروخ يعني انا مش فهم اعجبكم فيها ايه المعصعصة دي معصعصة يا شيخة تويكسي دي عود البطل ملفوف هو ايه يا ماما ده انت جاية تنقتني بصراحة اه مارد هو انت ايه اللي خلقت تتجوز بالسرعة دي وهو انا من امتى حد بيسألني عملت كده ليه سوري يا مارد انا بس اتفجأت اوعى بس تاخدك منينا وتنساني انت عارف ما اقدرش على بعدك هي حصلت يا روميو هي دي كمان يا بنت استني نشوف بقية المشهد ضيعت علينا اللحظة اللي بنتمنها كلنا منك لله يا شيخة انا وكل المشاهدين هندع عليك طب والله ما انا اعدلوا فيها لازم يطلقني بس هو فعلا دخلت القوضة وبدأت لم هدومي اهدي اهدي يا موقوسة لو سبت البيت الحصان اللي برا ده هتلهفه منك مش مهم انا اصلا لا طيقها ولا طيقها خليه يشبع بيها انت مش شايفة نفسك لابسة ايه وعملة في نفسك ايه مهو لازم يبص لغيرك ده انا لو راجل ما كنتش ضيعتها من ايدي ده انت يومي الصباحية لابسة لعبايا صودة يا بنت الهابلة هو في ايه جرى ايه يا ماما هو انا اللي بنتك ولا هي هي طبعا يوه اصدينتي بس انا عايزة مصلحتك يا خيبة ولا مصلحتي ولا نيلة ده بيخلني قدام عيني وانا قرامتي ما تسمحليش افضل هنا ولو ديقة واحدة الا الكرامة الا الكرامة في ايه يا سعد يا زغلول ما تهدي على نفسك واسمع وفهمي البت دي عنيها من جوزك طز تشبع بيه التيرى على اشكالها تقع الله يخرب بيت دماغك لنشفة يا بنتي طبعا اعمل فيها ايدي عشان ترجع عن اللي في دماغها مريد لو شافها هيعمل منها كفتة هو انت بتعملي ايه ماشية نعم ماشية فين اصلا اصلا الاظرة مش عجباها لا انا ماشية من البيت كله ويا ريت تبعطلي ورق الطلاق على بيت اهلي وخلي عندك دم انت بتقولي ايه بقولك اتهنى بالمحروصة الميصل لتحت وانا من النهار ده مش مراطة مرة واحدة مسكني من رقبتي جامد وليقيته بيقولي قلتلك مش عايز اسمع الكلمة دي تاني انت سامعة يا لهوي البت هتموت في ايده ان شاء الله ربنا ياخدك يا رب وبعدها سبني ولف دهره كان هيمشي اه وحيت امك بقى عايز تموتني يا مريد الكلب قلتله كده ولقيت اللي رماني على السرير وكتفني من ايدي ولقيته بيقولي انت اتهبلتي انت عارفة لو محترمتش نفسك معايا انا ممكن اعمل فيك ايه اه سب ايدي يا جبان وربنا نرفع عليك قضية لجمعات حقوق المرأة الحقين يا ماما انت بتعملي ايه يا ستانتي بصوركم بصوركم عشان اوسق اللحظة الحاسمة دي يا لهوي اغبطيه على دماغه باي حاجة يا بتي يا هبلة ده ضرب الحبيب زي اكل الزبيب اه يا اني ما بحبش الزبيب ما بحبوش سبني بقى يا عمهولاكو وبعدها رح سيبني وخرج برا بقى كده شايفه بيضربني وانت عمالة تصوري بقى انتم منتي والحد هنا تكون خلصت حلقتنا هي ترى مين ماسة دي وكنزة هتعمل فيها ايه عايزين تعرفوا كل دو اكتر هيستنوني في الحلقات اللي جاية وفي نهاية الفيديو ما تنسوش تدعموني بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرز عشان يوصل لكم اشعار بكل قصة جديدة